سيدي يا رسول الله شواهد الحسن في عينيك تكتمل وحمرة الخد كم تاقت لها المقنو الجذع حن ولم يقبل مفارقة الجذع حن ولم يقبل مفارقة فكيف قلبي بغادا عنك يحتمل غمامة ضللت نور الهدى فسمت غمامة ضللت نور الهدى فسمت بين الغمام ومنها الحب ينهامل في غمرة الحرب نادى المصطفى أحوذا أثبت فكان مطيعا ذلك الجبل هذه الجمادات لا روح بها فهمت يا ويح قوم طريق الحق قد جيلوا وصلى الله عليه سيدنا محمد وعليه وصحبه السلام عليه الصلاة والسلام نحن في العشر الأواخر من رمضان ونحن نلتمس في هذه العشر ليلة القدر فضل الله الليالي بعضها على بعض والسنين بعضها على بعض والشهور بعضها على بعض والأيام بعضها على بعض خلوني أرحب بضيفي الكريم في هذه الفكرة الدكتور محمد السعيد عطالة من علماء الأزهر الشريف برحب بحضرتك كل عام وحضرتك بخير حضرتك والأمة الإسلامية جميعا رحب أيضا بالشيخ أحمد عبد الحليم يعني احنا سعداء بهذا الإنشاد الله يكريم كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب دكتور محمد نحن في العشر الأواخر من رمضان ونحن نلتمس في هذه العشر ليلة القدر ما فضل هذه الليلة على ليالي الشهر الكريم شهر الصيام لقد كرمت نزيل ونويت من بعد المقام رحيل نبكيك يا شهر الصيام بأدمع تجري فتحكي في القلوب عويل شهر يفوق على الشهور بليلة عن ألف شهر فضلت تفضيل الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على أشراف أمبياء أما بعد فإن الحق سبحانه يقول في القرآن العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفشر ليلة القدر هي إحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان بداية فضلها نزول القرآن العظيم فيها فمن المعلوم أن شهر رمضان هو الشهر الذي نزلت فيه جميع الكتب السماوية شهر رمضان نزلت فيه جميع الكتب السماوية يعني نستطيع أن نقول أن الله عز وجل استفى من خلقه صفايا فميزها على بقية خلقه فاصطفى من الأيام يوم الجمعة ومن الأشهر شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر في أول ليلة من لياليه نزلت صحف إبراهيم ولست منه نزلت توراة موسى ولثلاث عشرة ليلة خلت منه نزل إنجيل عيسى ولثنت عشرة ليلة خلت منه نزل زبور داود وفي إحدى الليالي العشر الأخيرة من رمضان نزل القرآن الكريم جملة واحدة ليس إلى الأرض ولكن إلى السماء الدنيا حيث استقر في بيت العزة ثم كان ينزل بعد ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع ليلة القدر إنما سميت بذلك لما لها من قدر وشأن عظيم ولأنه قيل إن أخضار العباد تقسم فيها وقيل إنها سميت بليلة القدر بمعنى الضيق لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة لكثرتهم فقد روي أن عدد الملائكة في الأرض في ليلة القدر يساوي عدد الحصى وحبات الرمال في الأرض ولذلك سميت بليلة القدر والقدر في اللغة يعني الضيق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ويضيق ويقول ربنا في شأن يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي العقيدة الإسلامية قاعدة تقول من لم يرضى بالقدر رمي بالقدر يعني من لم يرضى بما قسمه الله له رمي بالقدر أي بالضيق لكي يستطيع الإنسان أن يوطن نفسه على الرضا بالمقصد من المؤكد أنها في العشر الأخيرة من شهر رمضان ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في كل وطرة يعني كل ليلة وطرية ورد في حديث آخر التمسوها في السبع الأواخر من رمضان وإنما أخفيت لكي يكتهد المسلمون في العبادة خلال العشر الأواخر كلها ولكن لها علامات أنها صافية بلجة تكون فيها نور كما لو كان القمر ساطعا وأنها تكون طلقة سمحة يعني يكون جوها لا بالبرد ولا بالحر يكون جوها معتدلا كذلك من أماراتها أن تصبح الشمس مثل التست يعني تكون الشمس هادئة ليس فيها شعاع شديد أو حرارة حارقة مثل بقية الأيام والسماء في هذه الليلة تكون صافية خالية من الهيوم صفية نقية صحيح لدرجة أنه لا يحل لكوكب أن يرمى به في هذه الليلة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاو ثاقب لا نرى مثل ذلك في مثل هذه الليلة التي فضلها الله عز وجل على بقية الليالي وقال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم بالذب أما يعني في جميعا نحن جميعا نلتمس أنها في ليلة السابع والعشرين صحيح هل هذا صحيح؟ ورد في ذلك اجتهادات كثيرة خاصة أن صورة القدر التي سميت باسم هذه الليلة ثلاثين كلمة ما هو ده من ضمن الإعجاز أيوة الكلمة السابع والعشرين هي الضمير الذي يعود على ليلة القدر وهناك أحاديث أخرى تشير إلى أنها في ليلة التاسع والعشرين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه رأاها في المنام بعد أن أنسيها ورأى أنه يسجد فيها على الأرض في ماء وطين فلما كانت ليلة التاسع والعشرين هطرت السماء بأمطار غزيرة وكان المسلمون يسجدون على الأرض وفيها تراب وطين فعلموا أن هذه هي ليلة القدر ولكن الأرجح أنها متنقلة يعني لا تثبت في ليلة واحدة والله تعالى أعلى وأعلى هل هي ثابتة كل عام؟ كلا آه يعني ممكن تختلف من عام تتنقل ولكن الذي يعني ممكن في أحد العوام تكون في ليلة السابع والعشرين عام آخر تكون في التاسع والعشرين ولكن الثابت أنها منحصرة في العشر المواخر من ده مؤكد نعم ده مؤكد وفقا للحديث الصحي يعني حضرتك توصي بإيه أن نحن نلتمس هذه الليلة في العشر الأواخر زي ما حضرتك ذكرت هل نبتهل بالدعاء أو بقراءة الكرآن يعني حقك توصي بإيه أولا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقيام الليلة قيام الليل شرف المؤمن فقد نزل جبريل الأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخمس عبارات فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقيام الليل بصفة عامة خاصة حينما نكون في أيام وباء ومرض وفيروس وما شابه ذلك لأن قيام الليل عبادة تقوي الجهاز المناعية للجسم وتطرد الأمراض والأوبئة عن الجسم مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد فالإنسان الذي يواظب على قيام الليل يجعل الله جسده معافا سليما من الأمراض والأوبئة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه إذن فقيام الليل ينبغي أن نحرص عليه أتضرع إلى الله بالدعاء وعندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تدعو به إذا بلغت ليلة القطر فأخبرها بالدعاء الذي يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا والدعاء كله خير قد يقول قائل إنني أدعو ولا يستجاب لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة بمسألة ليس فيها بغي ولا قطيعة رحم إلا وأعطاه الله إحدى سلاس إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا يعني ربنا يستجيب دعوته وتتحقق في الدنيا وإما أن يدخرها الله له في ميزان حسناته يوم القيامة يعني الدعوة بتاعته دي تتحطير حسنات في ميزان الأعمال يوم القيامة تثق الميزانه وإما أن يدفع الله عنه من السوء مثلها يعني يكون فيه ضرر كان ممكن يلحق به وربنا سبحانه وتعالى دفعوا بالدعاء كما نعلم أن رسول الله سلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء يعني إذن الدعاء كله خير كله خير في كل الحالات لأنه في بعض الناس يا دكتور محمد يعني يقول لك ما أنا بادعي ولكن ربنا ما بيستجيبش أو بيبقى مستعجل صحيح يعني أن ربنا يستجيب لي هنا نستطيع أن نقول له اعلم أنك إذا دعوت الله بقلب خالص وإذا دعوت بخير نعم وإذا دعوت بخير ودعوت بثقة لأن الحق سبحانه يقول أنا عند ظن عبدي بي فلي ظن عبدي ما شاء فسيكتب لك الخير إما بإجابة الدعوة أو بدفع الضر أو السوء أو بدسقيل ميزان الحسنات عند الله يوم القيامة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ينزل القضاء ويصعد الدعاء فيلتقياني بين الأرض والسماء فيعتلجاني إلى قيام الساعة قد يكون الإنسان سيصاب بمكروه والدعاء يرفع عنه هذا المكروه بفضل الله عز وجل فدائما ندعو اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة به اللطفة فيه والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ومن لم يدعو الله يغضب الله عليه إذا فالإنسان لابد أن يتضرع إلى الله بالدعاء والمسألة كذلك قراءة القرآن لأن القرآن شفيع لصاحبه فحينما يقرأ القرآن في الليلة التي نزل فيها القرآن يكون لذلك أجر عظيم لصاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدرجي في لجج البحار فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور فيسأل الملائكة بعضهم بعض أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار فيقال إنه قد مات وساعة إذن يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني الله وهذا من فضل القرآن فينبغي علينا ده فضل قراءة القرآن بصفة عامة ليس في شهر رمضان فقط الثواب يضاعف والقرآن بصفة عامة فيه كثير من الصورة التي لها فضائل وفيه بركة بصفة عامة صورة الإخلاص من الصورة التي تعدل سلس القرآن ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت بمثله فيما مضى وجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل ما لأرى الشمس طلعت اليوم بيضاء بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى قال جبريل إن ذلك معاوية ابن أبي معاوية الليثي رجل من أصحابك مات اليوم بالمدينة فأرسل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه ويشهدون جنازته قال الحبيب وفيما ذلك يا جبريل كيف بلغ هذه المكانة كيف نال هذه الكرامة قال لقد كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار فيما مشاه وقيامه وقعوده ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الإخلاص أي صورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطته وحملته الملائكة بأكفهم يوم القيامة ليجيزوه الصراط إلى الجنة وده يعني تهيئ لموضوع سهل جدا كل هو أحد يعني الجميع يعفظها من قرأها عشر مرات بني له قصر في الجنة البقرة والعمران زهروان الزهروان يأتيان كغمامتين يوم القيامة تظللان على صاحبهما من حرارة أرض المحشر يوم تدن الشمس من الرؤوس قد رميل كذلك سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطرة أي الصحرة يعني طبط المفعول السحر والحسد وما شابه ذلك وتطرد الشيطان من البيت سورة السجدة تأتي يوم القيامة ولها جناحان تظلل على صاحبها من حرارة أرض المحشر كذلك سورة الملك تنجي صاحبها من عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة ثلاثين آية أنجت صاحبها من عذاب القبر سورة الأنعام ورد في الأسر أن من قرأت عليه عند احتضاره تنزل حوله سبعون ألف ملك يستغفرون له ويدعون له بالرحمة والتخفيف كل هذه حديث صحيحة يمكن رمضان في هذا العام يختلف عن الأوام السابقة بسبب الظروف اللي احنا طبعا بنعشها المتعلقة بأزمة كورونا يمكن في رمضان المساجد بتكون ممتلقة بالمصلين وبيبقى فيه احتفالات دينية والحقيقة بنشعر بالروحانيات أكثر من اللي حاصل دلوقتي الوضع دلوقتي حضرتك توصي الناس المسلمين بإيه في هذا الوضع والمساجد مغلقة وكلنا بنؤدي الصلاوات في المنازل أولا ينبغي أن نطمئن خلوبنا بأن أواب الرحمة لا تغلق لا ينبغي أن يقول قائل إن الله قد طردنا من بيوته إن الله قد أغلق في وجهنا أو في وجوهنا أبواب الحج والعمرة والصلاوات الجماعة وما شابه ذلك من كان مواظبا على طاعة في بعض الناس بتردد هذا الكلام فعلي صحيح وهذا خطأ من كان مواظبا على طاعة فمنع منها لظرف من الظروف يكتب له نفس الأجر ونفس السواء إسن المسافر أو المريض الذي كان يواظب على صلاة الجماعة ثم يمنعه الصفر أو المرض يكتب له نفس الأجر فالإنسان الذي كان مواظبا على صلاة الجماعة سيكتب له نفس الأجر وهو في بيته بل إنه قد يصل بمكشه في بيته إلى أجر الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من عبد أو ما من رجل يقع الطاعون في بلده فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا وكتب له أجر شهيد سواء مات أو لم يمت اللي هي نفس الظروف اللي نحن بنعيش نعم صحيح ونقول اتزم البيوت لأن هذا فيه أجر عظيم عند الله الإنسان الذي يقول لقد حرمت من العمر وكنت أقوم بعمل عمر في شهر رمضان لك أن تعملها وأنت في بيتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة صلي بجماعة بأهل بيتك وأنت في بيتك ثم قعد في مصلى المكان الذي صليت فيه حتى لو بيتك ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 إن كانت تزور ممنوعا فعليك أن تصل الأرحام عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الاتصال الهاتفي لا تتخذها زريعة لقطع الأرحام وتقول إن التزور صلى ممنوعا في هذه الأيام ولكن اتصل باتصال الهاتفي رسالة عبر التواصل الاجتماعي ما شابه ذلك أبواب الخير مفتوحة بالصدقة تصدق على الفقراء والمساكين واعلم أن الصدقة تدفع سبعين بابا من أبواب البلاء ودائما نقول صناعي المعروف تقي مصارع السوء ابحث على الضعفاء في مثل هذه الأيام الذين تأثروا بالوباء وجائحة العصر وقدم إليهم يد العون والمساعدة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرون تدخله على قلب مسلم بأن تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا كذلك ينبغي أن يكون المسلم في عون أخي ويفضل أن هذه الأعمال تتم في هذا الشهر صحيح لحضرتك ذكرتها أقول أذكر أن الإمام مالك بن دينار عليه سحائب الرحمة يقول كنت أعرف رجلا في بلدتي وكنت أظنه مقصرا في جنب الله فلما مات أبيت أن أصلي عليه وطركت المسلمين يصلون عليه فلما نمت في ليلتي رأيت في منامي هذا الرجل الميت يرتع في نعيم الجنة فعجبت لحاله وقلت له عجبا لك يا فلان لقد كنت أظنك مقصرا في جنب الله فما الذي بلغك هذه المكانة قال يا مالك لو أنك تملك خزائن رحمة ربي إذن لأمسكت خشية الإنفاق إنني حقا كنت مقصرا في جنب الله إلا أنني كنت أعمل عملا يسيرا وأرجو به من الله النجاة قال ما هو أخبرني يرحمك الله قال كنت إذا جاءت الليالي الأخيرة من شهر رمضان أمر على فقراء وأيتام الحي الذي أسكن فيه فأقدم لهم ما تيسر لي من الزاد والمال والطعام وأحاول أن أدخل الصرور على قلوبهم فلا أنصارف من عندهم إلا وهم يدعون لي هكذا يكون العمل الصالح صلة الأرحام البر للمساكين والأيتام الصيام القيام قراءة القرآن وينبقي أن نربي الصغار على نفس الأمر ونكسر من ذكر الله عز وجل حيث تفرج به الهموم ويعلم كل إنسان أنه إذا أمر أبنائه بقراءة القرآن سيعود الخير عليه فخدروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المقابر مع أصحابه ذات يوم فمر على قبر فأشار إليه وقال إن صاحب هذا القبر في عذاب ثم مضى مع أصحابه ووصل المسير وبعد فترة وجيزة وهو عائد من نفس المكان أشار إلى نفس القبر وقال إن صاحب هذا القبر في نعيم تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف كان صاحب هذا القبر في عذاب منذ فترة وجيزة ثم أصبح في نعيم بهذه السرعة قال الحبيب لا أدري ولكن سأسأل لكم جبريل إذا جاءني بالوحي جاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل لا أدري ولكن سأسأل لك الله صعد جبريل إلى رب العزة ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد السلام يخرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن ذاك العبد كان مذنبا عاصيا مات وترك زوجته حبلا كان يعذب بزنوبه في خبره وعندما ولدت زوجته أنجبت غلاما فربته ولما بدأ يدرك الكلام أرادت أن تعلمه ما ينفعه فأرسلته إلى شيخ من أصحابك ليحفظه القرآن في الوقت الذي كنتم تسيرون فيه أمام قبره فبدأ الشيخ تعليمه للغلام بأن قال له يا بني قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام بسم الله الرحمن الرحيم هنا نادى جبار السماوات والأرض أن يا ملائكة ارفعوا عن هذا العبد العذاب فقد خرج من ظهره غلام يشهد أنني أنا الرحمن الرحيم فكيف لا أرحم أباه وهو يقول أني رحيم هذا من رحمة الله عز وجل يعني نلتمس الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان نرجع لفضيلة الشيخ أحمد يعني تسعدنا بإنشادك أحترام في هذه الفقرة يا رب ما ضرنا بعد السماء وإن عالت ما دمت يا رب السماء أتضرنا أبواب خلق أغلقت والله تطرق بابا فيجيبه اللهم إنك عفو كريم حليم أظيم تحب العفو فافعنا وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك فرأيت ما لم ترتجيه مع الدعاء وظننت أن الحزن أطفأ مشالك لا تجزعن من الحياة وضيقها حاشا ورحمان السماء حاشا ورحمان السماء أن يخذو لك اللهم تقبل منا وقبلنا يا رب دكتور محمد وخليني أختم مع حضرتك بدعاء لمصر والمصريين في هذه الليلة اللهم صل على نبينا وقائدنا اللهم إنا نستجير بك فأجرنا اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا اللهم إنا نستعين بك فأعنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغثر لنا وارحمنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارضنا وارضعنا اللهم احفظ مصرنا ووفق زعماءنا وأكرم شهداءنا وطحر بلادنا اللهم استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وطحر قلوبنا واكشف كروبنا واسترويوبنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل جمعا توفنا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى وفي علين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا يحفظ مصر والمصريين نشكرك جدا دكتور محمد سعيد عبد الله فاصل قصير عزائي المشاهدين والفقرة الثالثة من هذه الحلقة مع الإعلامية الزميلة العزيزة مها سميح عن الطوابع البريدية بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر